بزمن شح الدولار وعدم الإدراع على التصرف بالودائع في المصارف هل المتضرر الوحيد هو المواطن أم أنه سياسيين الشأن العام تأثروا سلباً أيضاً خاصة على بعد أشهر من الانتخابات النيابية العادمة من الطلب على إجراء الإحصائات التحضيرية لخوض غمار الانتخابات يبدو أنه عند السياسيين الدنيا بعدها بألف خير فالحركة ناشطة السياسيين والمرشحين والأحزاب عم بتزغر البجت طبعاً عم بتروح على الأساسي هلأ بيضل فيه أكيد شغله بيضل فيه أحصائته بيضل فيه استطلاعات للرأي العام بس مش مثل الـ 2018 وـ 2009 بس بيضل فيه الحاجة موجودة يعني آخر شي لا بيقدر يشكل الليحة بلا ما يعمل الاستطلاع ولا بيقدر يرشح حداً بلا ما يعمل الاستطلاع ولا بيقدر يكون أكيد وعارف الأحجام بلا الاستطلاع الاستطلاع أساسي بالنسبة للشغل اللي عم بحكي كحجم شغل مثل المرة الماضية في نقول أكتر يعني فيه طلب أكتر يمكن طلب على الدراسات أكتر لأنه الناس مترددة تبلش تصرف موازناتها غير ما تتأكد من وضعها الدفع لشركات الإحصائات عم بتكون بالدولار الفراش أم الليرة اللبنانية أسئلة محرجة هاي دي ولكن كل الاستطلاعات بحاجة لسوفت ويرس السوفت ويرس بتحتم أن يكون فيه دفع بالدولار يعني اليوم وقت بك تعمل استطلاع جدي فيه برامج برمجيات معينة بك تستعملها حقها بالدولار من شان هيك متر تأخذ بالدولار سألنا هل الإقبال لإجراء أحصائات انتخابية عم بيكون أكتر من قبل أفراد أم أحزاب أم المجتمع المدني أفراد أكتر من الأحزاب وبتضل الأحزاب أكيد عندها حاجة أساسية بالاستطلاعات كل واحد بيترشع عن انتخابات هو بحاجة لاستطلاعات جدية ودائماً واحد بدي يفكر أنه مثل ما فيه سيارة براند وفيه إشياء براند فيه كمان بيقدر واحد يطلع على الحمار بس ما بيدله لوين بيروح فيه أحزاب وقوة منظمة أكتر ما فيه أفراد مصطلح قوة المجتمع المدني منوش كتير بيصحة لهم كلهم بركي فيه مجتمع مدني بس أكتريتهم كني أحزاب سياسية وقوة تغييرية البعض بيقولوا معارضة البعض بيقولوا قوة التغيير نشر نتائج الإحصائات من قبل الخبر على شاشات التلفزة ألا تعتبر دعاية انتخابية بتأثر على الرأي العام قبيل الانتخابات عملياً بس نطلعت الرأي التي تعملها أنا لليوم فيه تراجع عام لدى غالبية القوة بإسلسنة ما يسمى قوة تغيير السورة لمجتمع المدني الناس مش عارفة تسمى واتنسألهم مين مين بيمثلهم من يمثل هذه القوة التغييرية المجتمع المدني السورة عندكم منظماتاً أو أشخصياتاً سمولنا أحزاب سمولنا أفراد يعني بدي أقول لك يمكن تسعين بالمية أو خمسة وطمينة بالمية مش عم بيسموه مش عارفين الماركتينج شي شرعي سمي ماركتينج يعني التسويق السياسي شي شرعي وبينعمل بكل دول العالم بس الشي الأكيد أنه نتائج نشر نتائج أحصائت أو استطلاعات رأي أبي أسرش ولا واحد بالمية على رأي ولا واحد بالمية معقول بأسر بالأيام الأخيرة لأنه في ناس بتقام بتردد يحب تروح تمشي مع الربحان وهو دي فينهم كل دول العالم طيفة أبي حبوا يصوتوا مع اللي جاي على السلطة لا أسباب مصالحه تهافط على الإحصائات سببه التالي هل النقم الشعبية الواسعة رح تقدب النتيجة لعملية خلط أوراق كبيرة بالانتخابات؟ ترجمة نانسي قنقر